سرح حزب الحرق الوطنية المصرية بأن توجيه الرئيس السيسي بدعم البطاقات التموينية بمنح استثنائية تصل إلى 300 جنيه شهريا يعد نعكاسا واضحا لتحرك الدولة تجاه الفئات الأولى بالرعاية في ظل أزمات اقتصادية عالمية وأضاف الحزب أن هذه الأزمات دفعت الدولة المصرية إلى التحرك بشكل عاجل لتوفير مظلة حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا وتقديم دعم عيني يصل جيب المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية وأشدد الحزب على أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية العالمية إلا أن المواطن المصري يحظى برعاية حكومته وتضعه الدولة المصرية في بؤرة اهتماماتها لتوفير الحياة الكريمة المناسبة التي تحميه من التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والتي تسببت في الارتفاعات الواضحة في أسعار السلعة